الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سائل يقول إذا ثبتت رؤية الهلال في بلد آخر فهل يجوز لأن أتبعهم لماذا تتبعهم وأنت مقيم في هذا البلد يا خنتارك في الجزائر تبع رؤيتها أهل الجزائر وأنت في المغرب تبع رؤيتها أهل المغرب وعلا تحتبعتها بلد آخر أنت يا رسول تصلي على توقيت المدينة المنورة أنت تصلي صلاة الظهر على توقيت بلدك فصم على توقيت بلدك ولكل بلد رؤية نعم يجوز أن نتبعهم ويجوز أن لا نتبعهم هنا إذا ما كاش حاكم ما كاش دولة ما كاش وزارة للشؤون الدينية ما كاش لجنة للأهلة ما كاش لجنة للأهلة مسلم ما نشعفونه وعايش في الصين ولا في الهند ولا في بلد ما عندوش لجنة للأهلة ولكن أنت في بلدك كاين لجنة للأهلة فيها علماء فيها مشايخ لا يتلاعبون بأحكام رؤيا والحمد لله أقول الحمد لله في الجزائر وفي المغرب الشقيق رؤية الهلال لا يتلاعب بها كاين علماء ولجان وراكشفت الحمد لله يبعت مفتشي الشؤون الدينية في كل ولاية في كل ولاية كل ولاية إلا ويبعت من يراقب رؤية هلال رمضان فإذا ثبتت رؤية يبلغ لمدير شؤون الدينية ويبلغ للجنة الأهلة ولجنة الأهلة مستقلة سياسيا مستقلة ما يتابع لحزب معين ولا لسلطة معينة لجنة للأهلة من العلماء وهذه مفخرة تبع بلادك تبع بلادك بركاكم لهذه هم شافق لهيكا هم شافقه في سعودية شكون هذا يريد شافقه شكون أولا هدك لشوف الهلال أولا لازم يكون عالم بأحكام الهلال ويبلغ للإمام الإمام يعرف أحكام الهلال يعيط له وشوف هولك الهلال بلك أنتك شوف ساتيني تعال ما ريكان يا رحم بابك أحد النار وحد الشيخ شيخ كبير يشوف الهلال ويقولوا ماهولك الهلال يحلف والله الهلال والله الهلال والناس تشوف اسمه واحد ما شاف الهلال راح واحد الشاب العينه صابه هو شيخ كبير عنده شعره بيضة شعره طويلة يطلع عينه ويحسبها الهلال شتوله الهلال بيض هكذا شعره بيضة راح جابه مقص وعطاه له نحاه له والله يقوله شيخ يا والله كان هنا والله كان هنا سبحان الله والله يا جمع غير كان هنا هو كان شعره في عينه الهلال لا بد أن يثبت عند الأئمة وعند لجنة الأهلة تبع بلادك تبع الجزائر إذاك في تزاير وين راك في حيث ما كنت تبع البلد انتاعك لا بد أن تثبت رؤية مش هي تحتبع بلد آخر ومبادر تصوم على هذا البلد ومبادر لا تثبت الرؤية في بلدك ويصوم على يعني اكمال شعبان ثلاثين يوما وتولي انتا سابقهم بانهار وانهار يعيدهما انت ما تكونش في العيد ولا انت تكون صايم ولا انت تعيد انهار قبلهم اعلاه النبي عليه الصلاة والسلام قال الصوم يوم التصومون والفطر يوم تفطيرون يعني كل واحد في البلد انتاعه ما تحاولوش توحدوا المسلمين في حاجة يجوز لهم فيها الخلاف يجوز كل بلد يصوم عادي لأن مطالع الهلال تختلف الظهر يختلف العصر يختلف المغرب يختلف احنا نصلوا هنا صلاة العشاء كين بعض البلدان حيصلي صلاة الصبح ما لنحن وحدهم قاع لازم قاع نصلوا كيف كيف حسبونا الله ونعم الوكيل صوم على بلادك تحية لجنة الاهلة في هذا البلد سائل من بسكرة يقول هذا جاوبت عليه جاوبت عليه سائل يقول هل يجوز الأخذ من اللحية من طولها وعرضها نعم يجوز لك أن تأخذ من لحيتك من طولها وعرضها عم بلكم دير اللحية وخلاص عمر ويتك بالشعر وقال نانع للسنة عمر وخدودك بالشعر وقال نانع للسنة لا يا أخي اللحية لها أحكام شرعية أول أحكامها واشنو هي هاي قلها النية أول أحكامها النية أنك الدير نية أن تقتدي برسول الله هذا مكان ما الدير نية بالإنتسنك يطوال ما الدير نية بالإنتاخل من ناس ما الدير نية بالإنتتون الإخوة أنتوما الإخوة ولي ما عنده countryside ما شيء إخوة حاجة وحدة النية أن تقتدي برسول الله هذه اللولة ثانيا أن تكون لحية فوق عظم الفق السفلي هذه اللحية هذا العظم تعلق الفق السفلي يسمى لحيون لحيتون فوق لحيون العظم تعلق الفق السفلي نحي الخدود الخدود نحيهم أنت مكش مطالب الخدود نحي شعرت على الخدود نحي شعرت على الرقبة تبقى لك اللحية شفتوا رأس تعلق الزليف كين حلوه هذا العظم يسمى لحيون في اللغة العربية لحيون فرظم اللحي هو الذي ينبت عليه شعر اللحية مشيطة تخلي الخدود وتخلي رقبة وتقول أنني دائر لحية ما راكش دائر لحية اللحية هو الشعر النابت فوق اللحي وكان سيدنا عبد الله بن عمر يقطع ما زاد عن القبضة وسيدنا عبد الله بن عمر من أشد الصحابة تمسكا بالسنة بل إن كثيرا من السنن علمناهم من فعل سيدنا عبد الله بن عمر كان نحي ما زاد عن القبضة واللحية لابد أن تكرمها تكرمها بالزيت يعني بالمواد هذه الدهنية لي تباع سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعرضاه قال والله إني لا أتزين لها يعني للزوجة تعوب كما تتزين لي والله إني لا أتزين لها كما تتزين لي كنا في الحج وكان معنا وحد الشاب يعني اللحية تعوب تبدأ منا من عينه من عينه وهبط يعني وزيد دائر واضح كحولة وعنده شعرته هنا يتعراصه هبط ميبين منه وله غير عينه جينا هبطين وبعد سألت وقال له يا أخي ما تزعفش عليها عندك زوجة قال لي عندي زوجة هراك هبط هكذا هراك احتخلحها يا أخي قال لي قل لي واش ندير قلت له روح للحف سقم روحها كتحف قال لي قالوا لي بيدعا قلت له والله ما هي بيدعا على رقبتي اديته للحلاق نحاله شعرته على الخدود نحاله شعرته على رقبها استحفف رأسه سقم والله الذي لا إله إلاه غير هو نخلع فيه رحو شاف المريق قال لي ما كنتش عارفه روحي حاش باب هكذا ما كنتش على بالي بلي حطها قال هكذا قال لي يا زوجة تاعدك نفتنها قلت له نعم هذا هو الهدف لازم تفتنها ألتا تفتن الزوجة أنتا عك وهي تفتنك هذا هو الإسلام ما شده لحياء طول برق وخليها سيدنا أبو حنيفة عليه الرضا والرضوان أبو حنيفة كان يقول كلما طالت لحية الرجلي كلما نقص عقلها سمعت كلام الإمام أبو حنيفة ثلث المسلمين يتبعوه يقول كلما طالت لحية الرجلي كلما نقص عقلها ولذلك الصحابي الجليل عبد الله بن عمر كان يأخذ ما زاد عن القبضة والسلام عليكم